موسيقى 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 السلام عليكم خوجي اخوة شاي كيف عمليه اللي بزاليكم بخير كنتم مني يارب تكونوا في احسن واحسن احوال انتم ما كتشاهدوا هادلا فيديو كنشكركم بزاب بزاب على تسبوع دياركم معاليكم وانترات دياركم الغزالين صراحات يفرحوني بزاب ولي اول مرة كنتم مني تشوف القناة دياري كنتم مني انكم تشاركوا وتفعلوا زال الجرس باش يصلكم كل جديد المهم اصدقائي كيف معاوتكم اني كنحكي لكم الاحداث ديال المسلسلات ديالنا ديال المغاربة اللي كيتعرضوا حاليا اليوم ما غدي حكي لكم بعض الاحداث اللي غدي يكونوا في الحلقة الاخيرة من المسلسل ديال بغيج حياتك المسلسل الشيق والحاصل على نسب مشاهدة عالية بزاب للقناة التانية واللي كي سويني مفقش كيف دا كيف دا مع تسعود او نص على القناة التانية كل خميس اليوم ما غدي حكي لكم بعض الاحداث اللي غدي تكونوا في الحلقة الاخيرة المهم اصدقائي غدي انبدال يقوم بفوزية فوزية اصدقائي اللي كيف مش شو اني جابش عندها بسمال الدار وحيث هي اللي مربية ومعتابرها بحل البنت ديالها فعلا غدي تبقى ساكنة عندها وغدي تقلب لها على خدمه وغدي تبليش خدم فمام دميناج ولكن الحقد ديال بسمة وكيفاش انها غارت من الخالة ديالها فوزية وكيفاش انها قاسم يبغي الخالة ديالها بزافة تا هي باغش يا راجل اللي يبغيها بحل ما هكاك ويخاف عليها كما يخاف قاسم على الزوجة دياله وكيفاش انه كيبغيها بلا ما يكونوا عندها الولاد تاك الشعالات غدي تدخل وسطهم بحل السوسة وغديش بقى تستغل فاش ما كشو زياف دار حيث تخدامها فرملية وغديش بقى تتقرب من قاسم غديش نشوفو اصدقائي انه فعلا غديش تولي عندها علاقة مع قاسم وفوزيه ما غديشكون عارفة اتشي حاجة من هاد الشي هذا من بعض غديش بده تشك في الزوج دياله وغديش تشك انه كيخونها ولكن ما غديش تعرف انه مع بسمة من بعض اصدقائي غديش تشاشف انه فعلا انك يخونه مع بسمة مع بسمة وبسمة غديش قولها باللي قاسم هو كيبغيها هي وما كيبغيش فوزيه حيث اصلا غديش قولها انش هي مكش ولدي متى حاجة باقي معاك غير حيث كيش فق فوزيه غديبقى فيها الحال بزاف وغديش بشي عن الصديقه دياله الي خدامه وغديش بكاريه وغديش قولها بلي دخلت لدارها ودارت فيها بحال بنتها ولكن رغم ذلك ما عرفاتش الحق العشرة وغديش تجريع ليها من المنزل ديالها وغديش تقولها باش انها تعطيها تساع المهم غديش نشوف انه بس ما في الاخير غديش خسر الخالة دياله الي باقي كيش بغيها وغديش نشوف غديش خسر حتى الام ديالها وغديش خسر قاسم وغديش بقا ببوحدة شان الثاني بحال الأول من بعد غدي نشاколو السيهم سيهم اللي دخلت لعند صوفيا الدار ديالها كمربية وأشقول لها باللي هدى تربي لها الإبن ديالها غديش نشوفوها إنها فعلا بغدي لها العائلة ديالها وهبدأ تدخل أفكار خيبين السيهم غديش قد تدخل أفكار خيبين لصوفيا لرأسها غديش تقول لها أن الزوج ديالك يخونك وأنه سوف يقول لك يخونك معه وحده خدامه معه وفعلا صوفيا سوف يبدأ تطيق لكي يريد زوج دياله بزاف ما يريد تشيو حده تديه لها ولكن ما عارفش بلي سيهم هي اللي كتدور بزوج دياله ويلي بغت تديه لها العائلة كلها وفعلا الأبناء ديال شاكيب سوف يريد سيهم بزاف ويبدأ يقول لأب ديال هم بلي سيهم كتربيهم مزيان وكتدابهم كثير من صوفيا الشاكيب سوف يريد تسأل مناش كي يجيو المشاكل الزوجة دياله غديش ولي في شكل بسباب الأفكار وبسباب الدوايات اللي غديش بقى سيعطيها السيهم السيهم أصلا حمقه في راسة وفعلا شاكيب غدي نشوفوا انه في الحلقات الماجية غديك شاشف ان الكاميراش عنده في الدار والأب ديال مرأة شوشة هو يعني غدي يكون معهم في الدار ما كيتم الشاشة غدي بديك شاشف انه سيهم انسانة مسطية وغدي بدي يقول لها باللين هي اللي بغيش يشقتليلية بنشي موهم غديش بددها بزمعة غديشوفها السيهم في الاخير غديك شاشفها شاكيب وغديك شاشف انها داخلها لهم لدارهم غير باش تشتشهم النا شاكيب غدي ولي بغي تهنى منها وغدي بغي انه يجريلية ولكن هي غديكون عنده مخاططات خرين وغدي بغي انها تغتلو مرتو موهم غديشوف انسيهم في الاخير غديدخل سبيطار ديال الحمق حيش أصلا هي حمقه وخاص سبيطار ديال الحمق بعد ما غدير بزمعة مشاكل صوفيا غديش حاول انها تغتلها وغديشوف انها صوفيا في الحلقات اللي ما يجينا غديش خسل الابن دياله وغديش وليه في شكل ما غشبقاش حاملة تشي حاجة ما غشبقاش اديها في رأسه بعد ما كانش انها كتدير ما كياش باش عجب الزوج دياله وكانش كش بغي بزمعة غدي ما يبقى عنده سوق في تشي حاجة غديش يقول له بسبب ديك شريدار تلاسيهم وبسبب المخططات ديال سيهم وبسبب الدول اللي كتعطيها اللي هو ديالها اصلا وخاصة تاخده هي من بعد غدي ندوزل سارة سارة اللي هي اصلا الأخش ديال سيهم وأصلا سارة ما عيشاش حياتها مزيان الأخش ديال اللي مكتلو معلها لانه هي اللي خرجاش عليها وهي اللي خلاتها اناش بععد على الزوج ديالها اللي ماش وخلات ان البناش دياله ما يحملوهاش هاش حتاتها في سبيطار ديال حمق وفي نفس الوقت انا كتبغي المدير دياله المدير دياله لأصلا مزوج وما ديش يقدر أنه يخلي الزوجة دياله حيث الزوجة دياله عنده نفوت وغير كيكذب علا بيش كيقول لها أنه غدي يطلق وقعن شوفه كريم اللي كيبغي سارة وهي هو ما عارفش باللي هي كيبغي المدير غني شوفه أنه يأهمل اللي يجاج باش أنا تاخد البلاسة ديال سارة غديش كتاشف هذا السر هذا وغديش كتاشف أنه فعلا كريم كيبغي سارة وغير ستساغل هادي الشي هذا حيش غاش عرف حتى المدير باللي هو كيبغيها وغديش بدأ تشرك لها مع كريم ديش قوله باللي هي أصلا ما غديش شوف واحد بحالك وفعلا ويقام غديش ولي خدامة معهم في السوديو ولكن خدمة بسيطة كريم غديقول لها باللي غديش يساعدها باش أنها تهيش ولي إنسانة معروفة موديعة معروفة وتأخذ البلاسة ديال سارة حيش كريم غدي بغين شاقم من سارة حيش ما كيش بغيش غديشوفュ أن سارة ستخسر الحب بياله اللي هو المدير بياله وقسراش حتى الأخش دياله وغديشوف أن ويقام كشكري واحد الواحد باش examining أنه سارة ن apprentices غديشوفنا سارة ستأخذ لتسبيطار الحمى وغديشوف أن ويقام فيعلا بأكد تشخد لها بلاسة وغديشوا اللي إعلامي مش هورة ولكن ديك البلاسة واش وصلت لها سارة و هي فرحانة واش غديشتاخد ويقام لبلاسة ديال سارة بالحزن دياله والفرح دياله معارفاش المشاكل اللي مازالين كي تسنوها مو في الحلقة الاخيرة غدي بينو انه وي ام بسباب دوك المشاكل الكتير اللي غديش واجههم بسباب الشهرة غدي بينو هالينا غادة كتمشى في الشوارع ديال كذا بالليل وهي مقلقة وكشبكي دك واخر مشهد بالنسبة لصارة بالنسبة الوي ام عفوا يعني وي ام غديش هي غديش خسر راسها وغديش يعني شكون دارت حويش خيبين باش وصل لديك البلاسة وغديبقى في هالحال وغدي انه باداميرها في الاخر حيش هي غديش بداش خسر لبلاسة دياله حيش اي مو ديعة كيجي واحد النهار كتطيح وكتش ديش مو ديعة اخرى بلاسة وهي ما غديش يقبلش هاد الشي هادا الممزقها دو معظم الاحداث اللي غديكونوا في الحلقة الاخيرة من المسلسل ديال بغيش حياتك لابغيش نكمل لكم باقي هالاحداث عشنو غديوقع لصوفيا واش غديش بقى مع الزوج دياله ولا غدتطلق فوزيا واش غديتطلق من قاسم ولا لا ولا غديتسمح لي على الخيانة دياله غديكملوا حياتهم واشنو المصير ديال بسمة هاد الشي كله غديقون لكم في الفيديو القادم للقي سفاعل كتير وبعدها اصدقائي دينا وصلت لنهاية لفيديو وكنشكركم بزاف واللي اول مرة كيشوف القناة كنتم من هنا نشاركوا وتفعلوا زال جرس باش يبقى يوصلكم كل جديد وتباركلا عليكم اصدقائي وانتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم وحلقة جديدة واحدات جداد وماش بخلوش عليها بلي لايك ديالكم ولي ببارتاج الفيديو باش زيدوا تدعموني اكثر وتباركلا عليكم وانتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة